اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فيقول سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم وما من دابةٍ في الأرض ولا طائرٍ يطير بجناحيه إلا أممٌ أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيءٍ ثم إلى ربهم يحشرون ويقول سبحانه يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكرٍ وأُنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائلًا لتعارفُ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبير ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث الرواه البخاري رحمه الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم فقال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قالي فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم آيات بينات وأحاديث صحيحة تتحدث عن الناس وعن سلوكيات الناس وعن تصرفات الناس وعن خيار الناس وعن ما هو مقبول وما هو مرفوض لا شك أننا في الآوينة الأخيرة ليست في الأيام الأخيرة فحسب وإنما منذ سنين عديدة لا نسمع أو لا نكاد نسمع إلا ذنما للواقع حتى هذه اللحظة نادراً ما كنا نسمع أحد يتحدث عن واقع جيد أو يمدح الواقع الكل يشتم ويسب الكل يتذمر لا أحد يعجبه واقعنا في هذه الأيام وفي معظم وأغلب الحالات نجد أنفسنا نبحث عن أطراف الحلول ولا نصارح أنفسنا في أن الخلل الذي وقع فيه المجتمع هو بأيدينا فالفرد يعيش في المجتمع لا يعيش لوحده ولا غنى للفرد عن المجتمع والمجتمع يتكون من أفراد فلا غنى للمجتمع عن الأفراد كل بحاجة إلى الآخر فلو سمعنا هذه المفارقات القائمة والواقع في واقعنا فرد مجتمع ثقافي وطبيعي بشري أو حيواني سلطة أو تحرر حرية أو قيد مدني أو فطري انسجام أو تفكك تأثير أو تأثر تجمع أو تشتت كون أو فساد تفاهم أو اختلاف حقوق وواجبات ثابت ومتغير ومصطلحات أخرى كثيرة هذا هو واقع المجتمعات كلها نضرب مثالاً حياً وواقعياً في حياتنا اليومية لو أراد بعض الناس أو بعض الشركاء بناء بيت مشترك أو شركة أو أي مصلحة أخرى فيها شراكة هل يمكن أن تتحقق هذه الشراكة وأن تجد انظور على أرض الواقع إذا لم يكن هناك التفاهمات وانسجام واتفاقات ومحبة ومودة وشفافية وثقة وتعاون وتآذر بين الشركاء هل يمكن لشركاء يريدون بناء بيت أن يبنوا بيتاً هكذا من خلال فوضى بدون تخطيط وبدون اتفاق على خريطة معينة وعلى شكل معين وعلى هيئة معينة لا يمكن فإذا كان هذا حال بناء بيت وحال إقامة شركة أو أي مصلحة أخرى فما بالكم في بناء المجتمعات هل يعيش الفرد لوحده في مجتمعه في ظل ذلك أيها المسلمون ومن أجل مجتمع آمن نفتخر فيه لا أن نتذمر منه من أجل بناء واقع سليم نحبه ونرضاه لا واقع نرفضه ولا نحبه في ظل ذلك وأمام ذلك هل يعقل من أجل بناء مجتمع آمن هل يعقل من أجل بناء مجتمع سليم هل يعقل من أجل بناء مجتمع ثابت قويم هل يعقل من أجل بناء مجتمع يعيش الإنسان فيه بسعادة وطمأنينة أن نترك كل مريء يفعل ما يشاء وما يحل له أو هل يحق لكل مريء أن يفعل في المجتمع ما يشاء وما مقدار حق التدخل في الآخر تدخل الشخصي طبعا من المعلوم بداهة في معظم الحالات أمر مرفوض أما في الحالات العامة التي تهم الجميع لا يعقل أن يترك المرء يفعل ما يشاء أن أترك السارك ليسرك متى يشاء وكيف ما يشاء وممن يشاء أن أترك المعتدي يعتدي على من يشاء وكيف ما يشاء ومتى يشاء أن أترك العابث يعبث في مقدرات مجتمعنا كيف ما يشاء ونترك الأزعر ليزهو بزعرناته كيف ما يشاء نتذمر ولا نحرك ساتنا نسب ونلعن ونشتم وكأن الواحد فينا هو النبي المرسل وبقية الناس شياطين واقع مجتمع نعم في حالة انهيار وكما قال أحدهم مجتمع آيل للسقوط بحاجة إلى إنقاذ إذا لم تتظافر الجهود وإذا لم تتعاون القلوب وإذا لم يجتمع الشرفاء والكرماء الحريصون على مصلحة بلدهم كيف يمكننا أن ننقذ بلدنا من الانهيار الذي قد حل عليها أو قد يحل عليها في أي وقت ممكن نتيجة للأوضاع الثارية والجارية شباب ضائع شباب ضائع مجتمع غير آبه غير معني يحمل ثقافة لا يعنيني هل يمكن بناء مجتمع آمن من خلال ثقافة لا يعنيني فليفعل كل ما يشاء إذا لماذا نتظمر عن واقع نحن بنيناه بأيدينا على هذه الشاكلة إذا لم يتحرك الغيور فمن يتحرك إذا لم يعمل العامل فمن الذي سيعمل هل يمكن أن نترك مجتمعنا على هذه الشاكلة هل نريد مجتمعا آمنا حقا ونحن نكتفي بالشجب والاستنكار ونحن نحمل ثقافة لا يعنيني وإذا رأينا فاعلا يقوم بفعل ضار تكون أو يكون الجواب أو لسان حالنا أيضا من خلال ثقافة لا يعنين ثم نشكو أوضاعنا ثم نشكو حالاتنا إذا كانت الدواب هي أمم منظمة تعيش بانسجام مع بعضها البعض مملكة النمل مملكة النحل تعيش بانسجام مع بعضها البعض ألا أستطيع مجتمع مسلم أن ينسجم وأن يكون بينه تفاهمات هل نرضى أن تتفاقم الجريمة ويتفاقم الزنا وتتفاقم ظاهرة السلقة وتزداد ظاهرة الزعرنات والاعتداءات ليس فقط اعتداءات على أشخاص وإنما الاعتداءات الكثيرة المتكررة على الممتلكات العامة التي يسر المعتدون على اعتدائهم برغم كثرة الكلام وبرغم كثرة التوجهات وبرغم كثرة التبيان أن ذلك لا يجوز إلا أننا نسر على اعتدائنا على الحقوق العامة فكيف بأناس كهؤلاء يمكن أن نرقى بمجتمع نحو مجتمع آمن لا اعتداء فيه لا ظلم فيه لا شتيمة فيه ثقافتنا أن الواحد يريد أن الواحد منا يريد أن يعلو وتعلو أسهمه على حساب غيره وهو ناس أو متناس أنه عندما يشوه ثمعة غيره فإن الدور آتيه وحقيقة أن المجتمع ساكت عما يحدث فيه يستكفي ويكتفي بالشجب والاستنكار لا يحد ولا يمنع من أي ظاهرة من ظواهر العنف ولا ظواهر الاعتداء ولا ظواهر الصرقات ولا ظواهر الزعرنات أيها الناس أيها المجتمع الكريم نحن نريد مجتمعا آمنا مطبئنا ذلك لا يحدث إذا كنا على هذه الحال لا بد من تقليص الفجوة بين الفرد والمجتمع لبناء علاقة وطيلة بين أفراد المجتمع تلك التحذبات المجتمع تلك التحذبات البغيضة والمجتمع المسلم والمجتمع ساكت محاسبة الفرد ومحاسبة كل إنسان على ما يفعل في الإضرار في المجتمع ذلك أدنى أدنى شيء أن يذكر ولا يصح إلا الصحيح سبحانه وتعالى يقول في قرآنه العظيم يبين كيف لنا أن نبني مجتمعا آمنا وأن نرقى بمجتمعنا نحو الأمان نحاول أن نضع حلولا كثيرا نحاول محاولات شتى ونحن نفكر كيف نخرج من أزمتنا كيف نخرج مجتمعنا من أزمته التي يعيش فيها والقضية بسيطة خصوصا أننا مسلمون أننا من أمة القرآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الغالبية فينا تكيم الشعائر تعبد الله تصلي وتزكي وتحج وتعتمر وتؤدي واجباتها الدينية ومن السهل على أمة هذه صفاتها أن ترقى بمجتمعها فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم طبعا الآية نزلت في موضوع الشرك هنا سبب النزول ولكن معناها عام في قضية الظلم في كل معنى الظلم ليس الشرك فقط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون فكيف نأمن وكيف نرقى وكيف نبني مجتمعا آمنا والظلم فينا كثير كيف نستطيع أن نبني مجتمعا آمنا تتغمده راحة البال والهدوء والطمأنينة والظلم فيها كثير نزيل هذا الظلم سواء كان إشراكا بالله سبحانه وتعالى أو كان ظلما لبعضنا البعض أو كان ظلما للنفس في الابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى الإيمان الصحيح الصادق النظيف العبادة الصحيحة هي المخرج وليستطيع مسلم على وجه الأرض أن يغير هذه القاعدة المجتمع لا يمكن له أن يكون آمنا إلا من خلال دينه فقط من خلال ديننا أن نعود إلى ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيفوز المستغفرين أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجيه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن ساداتنا يحكم وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفرنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوك والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وإنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وأقيم الصلاة أشهد رجل لا إله إلا الله أشهد ر indeedم من طاقة لإله إلا الله أي إنه حصلنا intrin اشتركوا في القناة